استمرار الخلافات والقطعة بين وزارة التربية والشركاء للشماعيين مشكل عميق كانت له تبعات سلبية على التحصيل المدرسي نتائج التلاميذ وتصنيف المدرسة الجزائرية إشكالية تتطلب تحرك الوصاية لتجاوز الخلافات فهل سيتمكن الوافد الجديد من إقناع النقابات وحل أزمة القطاع التي أساسها المطالب السوسيومهنية عبر اللقاء الذي سيجمعه بهم بصير القطاع مرهون بنجاح اللقاء المبرمج لهذا اليوم لأن اليوم يباني الرؤى، اليوم يباني الإقناع فشل اللقاءات في السابق لم تكن مبنية على الصدق كانت محاضر تنظى دون أن نتصور كيف سوف نطبقها كانت هناك سياسة تسويف واقتراحي أن تجاوز اليوم بعض المطالب الصعبة كالمطالب الاجتماعي الهامة التي تطلب أموال اليوم لقاء، حوار، تشاور، تعارف ونضعوا الملفات الساقيلة جانباً غيب الثقة بين الوصاية والنقبات عمق الخلافات متابعون يراهنون على وزير تربية الجديد المعروف بصدقه وجديته في تجاوز عقبات المطالب السوسيومهنية لإيجاد مدرسة الجودة المشكل الكبير اللي كان موجود سابقاً هو مشكل ثقة يعني ما كانتش ثقة بين القاعدة يعني كلهم يذكرونه بخير يذكرونه بصرامته، يذكرونه بصدقه رجل وطني جدي في عمله هذه المؤشرات إن شاء الله هي اللي راح تجعل أو تغرس هذه الثقة وإن شاء الله يكون عندنا مدرسة قوية مستقبلاً لطالما كان قطع التربية على صفيح ساخن، إضرابات متكررة، ومستوى تعليمي لا يلق بالجزائر هل ستطوى هذه الصفحة نهائياً وتفتح أخرى؟